وفي صلاح الدين استغرب مواطنون من ناحية القيارة التي استعادتها القوة الأمنية مؤخرا من تأخر الحكومة في معالجة الحرائق التي أتت على أكثر من أربعين بئران وقال عدد من السكان أن النفط السائل من الآبار وصل إلى المنازل وفي مياه الشرب والإيسالة وفيما أكدوا وجود حالات اختناق نتيجة الحرائق المستمرة منذ أسبوعين طالبوا بوجود مستشفى داخل المدينة ثم مرنا دمار ينزل على بيوت يعني الأطفال تمرضات يعني داعش ما خلال شي ما حرقه الآبار كلها فمشكلتنا بير يمكن حرق بل أربعين بير بالنسبة للدخان الآن يعني هذا قاعد يأذى المواطنين يعني بالنسبة للأطفال كبار السن يعني حيل قاعد يتأذون من هذه الدخل يعني اختناقات الصير اختناقات بالصدر يعني بالنسبة لله الآن خدمات ما木و كهرباء ما木و موي ما木و اللي يختنغ اللي يتمرض بالنسبة لناحية القيارة المستشفى ماكو خلاص يعني على مخمور وقال لكتاب ومعرف شنوه بطريق بعيد فنطالب إحنا الآن يعني هنا بناحية القيارة مستشفى مجمع طبي يعني المفروض الساعة الدخل يلقون لنا حل لهذا الدخل ما يصير إشدان يعني تبقى العالم إشدان يعني كله نفط صدورنا نفط إحنا الشياب بعديا يعني مضر للحيوانات مضر للنبات الأشجار الفاكهة كلها ماتت خصوص هذا الدخل فيرجو العجالة والاستعجال به يعني سواء الموات تدخل عن طريق كردستان ما غصره لكن شي جعدا شو بتخير يعني ما نعرف سلو شنو